اشتركوا في القناة في هذا الصياق تدول الالاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمات تطالب بخفض اثمنة المحروقات من خلال تثبيت تمان القازوال في سبع دراهم وتمان البنزين بثمان دراهم ويأتي ذلك تزامنا مع موجة الغلاء التي يشهدها المغرب والذي يعرف ارتفاعا مهيلا في اثمنة المحروقات بالاساس الشيء الذي سبب غضبا وسط المستهلكين ووسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا الصياق كشف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بيتاس خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفراس ان دعم المحروقات سيكلف الدولة اليوم 65 مليار درهم وهنا تابع بيتاس بقوله للمؤتمرين تخيل كم طريقا تحتاجها هذه المنطقة مثلا وكم مستشفى جامعية حيث سيكلف انشاء الواحد بجهة بني ملال مليار وقليلا وسجل عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ان اسهل قرار اليوم هو قرار دعم المحروقات ولكن الله اعلم هذا الدعم اين سيتوقف وكم سنة سنحتاج لنلتقي مرة اخرى لنتذكر انه دعمنا المحروقات في 2022 لنجد اننا بعد 40 عاما ما زلنا ندفع مقابلها مؤكدا انه امام هذا الواقع حكومتنا لم تجلس موضع المتفرج وبخصوص الدعم الموجه لمهنيي الطرق فقال بيتاسا انها دعمتهم منذ شهر ابريل بواحد فاصل خمسة مليار درهم وستسلمهم شهر يوليوز سبعمائة مليون درهم بمعنى ان الدعم الموجه الى المهنيين هو اثنان فاصل اثنان اي اكثر من المبلغ الذي ارتفع بخصوص الضرائب نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة